منكم اللي قلقان وبيفكر كتير فممكن تجيك حالة الأرق أو خلل هرموني نتيجة الأفكار السلبية التي ستدور حولك لهذا يجب أن تستجمع قواك وتحاول أخذ الأمور بأكتر واقعية بواقعية مهما كانت الوضعية اللي انت فيها يا برج الجدي كذلك يعني في منكم اللي تعرض للخيانة سواء من الأهل أو الحبيب أو الزوج أو حداخان الثقة فاش أنا شايفة يعني إحساس بالندم والدنب كذلك في منكم اللي منفصلين فشايفة إحساس بالحزن والتعب يعني والتفكير بالماضي ففي مشاعر دنب وأسف يعني متعلقة بعلاقة سابقة هي تسبب لك التعاسة وتعاسة عميقة وكذلك شايفة إنه فيه تمني يعني للرجوع للماضي وتغييره في الوقت المناسب يعني كأنه فيه إنسان بقول ياريت يعني لو يرجع الماضي وسوي كده وكده وكده يعني تسوي الشغلات قبل حصولها ففي خيبة أمل تعرض طولة يعني خلتكم ضايعين وفي مفترق الطرق فإنت تحتاج يا برج الجري إلى إيجاد طريقة للتشافي من الماضي والتعلم منها فبمجرد القيام بهذا ستظهر أمامك مجموعة من الأشياء الجميلة يا برج الجري فإنت لازم تتجاوز الشغلات اللي صارت معك أيًا كانت هذا الشيء اللي بيطلبه منك التعلم كان ممكن يكون الشيء اللي صار بسبب علاقة ولاتية شيء وارد كذلك قد تشير الورقة يعني إلى أنك تعبت من الوضع الذي فيه الذي أنت فيه دائما يعني كل مرة عمتعت الحب ويعني عمتكون مخلص ولكن ما عمتلاقي التقدير وإنت مليت من الوضع ومن الوقت يعني لقيت حالك في مفترق الطرق وعم تحاول تاخد قرار يعني كأنه حدا في مفترق الطرق عم بيحاول ياخد قرار في شغلة معينة ممكن شيء حدا تخلى عنك أو أنت انسحبت من العلاقة أو أنت زعلان بسبب طرف ثالث بسبب خيانة فالأمور يا برج الجدي يعني رح تتحسن وإن شاء الله خير يا برج الجدي فأنت لازم تطلع من الحالة هذه والآن سوف نمر إلى ما هو عاطفي يعني ما هو عاطفي في شغلات غريبة فرح نبلش شايفاك يا برج الجدي يعني كأنه قافل على حالك واخد جنب كأنك قطعت اتصالك مع العالم الخارجي أو مع الحبيب يعني كأنك قفلت كل التواصل واختفيت ولكني أنا شايفاك بعدك بتحب الحبيب يعني وبالطالب يعني بحكم أو بالعدالة فممكن يكون الحبيب يتزوج أو أنتو يعني في حلاقة ثلاثية لا يتحرك بحلاقة ثلاثية أو هو ممكن يكون هو الزوج وأنتو متباعدين مع بعض في عندي برج ميزان جوزاء دلو نحن ماشيين بالقراءة ورح أقول الأبراج اللي عم تظهر بالقراءة لأنه كل الطاقات موجودة ترابية نارية هوائية أو مائية كذلك مائية ولكن كأني شايفاك متعلق يا برج الجدي متعلق بالحبيب وفي مراقبة وحتى الحبيب بعده بيراقبك يا برج الجدي ولكني شايفاك عامل روحك مو مهتم وفي منكم اللي مختفي ومخبي مشاعره ما عم يظهر أبدا فكأنك يا برج الجدي تعبت من الشي اللي صار ممكن تكونوا حاليا كل واحد في مكان أو كل واحد في بلد لأن اللي شايفاك فيه مسافة بيناتكم فيه منكم اللي متعلق بالحبيب أو بشخص يعني متباعد عنه فممكن يكون أكبر منك الشخص هيدا يعني لإني بشوفك إنه متزن وأكتر حكمة وعارف حال وشو عم يعمول فيه برج الميزان طور عزراء خليني شوف طاقتك ورح نشوف الطاقة تبعك طاقتك طاقتك فعموما يا برج الجدي شايفاك يا برج الجدي متزن واتق من حالك رغم كل شي ساعة فكذلك شايفاك فيه منكم اللي عنده خيبة أمال من شغلة سارت أو من علاقة ولاتية يعني ممكن تكون دمرت علاقتكم أو حدفات على العلاقة وانفصلتو كذلك فيه عمشوف فيه منكم اللي بعيد عن أهله ومشتاقل إلهم فيه اللي قاعد لحاله عمشوف فيه تفكير وذكريات يعني لحدا من الماضي مشتاقل له كتير انتو بتحبوا بعضكم يعني وكأنه صارت بيناتكم مشاكل ولكن شايفاك يا برج الجدي ماسك زمام الأمور يعني وبعدك يعني عم تفكر فيه بعدك بتحبه فيه منكم نقل لي الحبيب يعني ازعلان على الفراق اللي صار بيناتكم وبعده فيه ذكريات يعني كانت فيه بيناتكم يعني شغلات حلوة فيه رجوع لحدا لبعضكم فيه رجوع لحدا من الماضي ممكن تكون يعني كانت فيه بيناتكم علاقة طويلة فيه ذكريات والشخص هذا شخص يعني مليح يعني مو شخص صيء هو شخص طيب وبيحطك وبيشوفك شغلة حلوة وفيه بداية جديدة انطلاقة يا برج الجدي ولكن الرجوع هذا لبعدكم رح ياخد وقت يا برج الجدي كذلك فيه شغلة غريبة عندي هون بالقراءة حبي تشير إليه فيه ملكون اللي متزوج ولكن بعده بيفكر بالحبيب أو بيحب شخص تاني هو مو مرتاح مزواجه شايفة يا برج الجدي كأنه كأنك بدوامة كأنك خايف تمشي بالطريق اللي قدامك وعم تطالب بالعدالة وعم تطالب بحكم ممكن تكون قضية أو شغلة من هيك كذلك فيه ملكون اللي الحبيب تركه وبلش حياتي يعني وبلش علاقة جديدة أو مشروع جديد أو مشروع زواج أو تزوج حتى لإني شايفة الحبيب حاليا متزن ومشغول وبيفكر بمشروع يعني ممكن يكون مشروع زواج مشروع مالي شايفة مشغول بحياته كذلك يعني ما أخفيك إنه بيفكر بالمشاكل اللي صارت ووصلتكم للشي هذا سواء ممكن ووصلتكم للإنفصال أو القضاء لإني شايفة حاليا هو بطاقة اتزام وتفكير كذلك فيه من كون اللي شايفته كانت بينه وبين الحبيب علاقة من مدة طويلة وحاليا عم شوف فيه تباعد بينك وبين الحبيب هذا اللي علاقة كانت مدة طويلة بالسنوات يعني عم شوف منكم اللي فاصل قافل كل شي مرتبط بالتواصل السوشال ميديا يعني كأنه عامل حالكم طمش ولا على بالك مختفي وعم الطالب يعني كأنه بالعدالة عدالة بحكم شغلة هيك بس بس أنا شايفك بعدك بتراقب الحبيب وهو كذلك بيراقبك لأنه بعده فيه ذكريات بيناتكم هو حاليا بفكر يعمل استشفاء يعني وبيفكر إذا فيه مجال للرجوع أو أنت خلاص نسيته كذلك عندي فيه ورقة بتشير إلى حكم ممكن يكون مصابق بالقضاء أو قرار يعني أخذ الحبيب أو شغلة هيك يعني كأنه فيه انفصال عن شخص يعني بتحبه ممكن تكون أنت انفصلت عنه أو انفصلت بسبب يعني البعض كل واحد في دولة تانية منفصلين يعني كل واحد في دولة أو حتى تربطكما مع بعض يتو مع علاقة طويلة ففي يعني تواصل روحي بيناتكم في برج القوث والحمل والأسد كذلك كما يحدرك التارو من إلقاء اللوم والاتهامات على بعضكما البعض لأن هذا قد يرهي العلاقة فالتارو بيقلك يجب أن تتحلى بالحكمة وأن تسامح أن تسامح الشخص اللي معاك والأنت اللي بدك إياه على الأخطاء اللي صارت بالماضي أيًا كانت إذا كنت تريد التقدم في العلاقة هذه في منكم اللي شايفاه زعلان واخد جنب وكأنه أخذ قرار وقافل على حاله بعد خيبة أمل وصدمة من الأشخاص مقربين يعني مقربين كأنهم أقرب أو كانوا بالقلب نتيجة خداع أو خيان أو مكم أو عدم تقدير يعني كأنه الشخص هذي والناس هدول كانوا الحب ولسه بعدهم الحب ولقيت حالك واقع بعلاقة ثلاثية وقررت تطلع من العلاقة فشي فاكز علان كأنك مسافر أو بدك تسافر أو سافرت ولكن بعدك حزين يعني وفي ذكريات أخذها معك وبعدها معك كأنك مربط كذلك في منكم اللي اتطلقوا يعني في طلاق موجود عندي في حدا تخلى عنكم يعني شريك حياتكم عم شوفهم بعدهم قاعدين داخل هذي الدوامة وفي منكم اللي عم يستن حكم عم عم شوف يعني فيه احساس فيه ناس عم تحس حالة وحيدة وتعبانة وكأنه العالم تخلى عنها يعني كأنه عم تسأل حالة ليش سار معي هالشي وليش الله مساعدني فالملائكة بتقلك يا برج الجدي المساعدة قريبة منك ولكن أفكارك السلبية تحجبها عنك عليك التقرب من الله وتعمل ميدتيشن وكل الأمور ستتحصن يا برج الجدي شايفة في لخبطة كبيرة وفي هاي القراءة عامة في شغلات كثيرة بالقراءة في منكم اللي بعلاقة علاقة التوأم الروح وصار بيناتكم كلام أو عنادة أو شخص هذا عنيد فشايفة كأنه كل واحد واخد جنب أو متباعدين فالحبيب شايفك يا برج الجدي النسل في الوضع هذا شايفك أنه أنت الحب وفي تواصل روحي بيناتكم يا برج الجدي فالحبيب براقبك ومفتقلك شايفك تعباني يا برج الجدي خليني شوف شايفك يا برج الجدي أنك ستصبح متحمس أو ممكن تقابل شخص جديد يعني في العمل أو في سفر وفي عندك بداية جديدة مع شخص يعني رح تكون مرتاح معه أو يعني مع شخص من الماضي يعني شخص بتحبه أنه الورقة هذه ورقة البداية الجديدة ورقة النجاح ورقة زواج خطوبة احتفال يعني شغلة حلوة يعني كما قلت أو ممكن شخص جديد أو شخص من الماضي يعني كنت على علاقة معه أو شخص يعني رح تحبه في شغلة حلوة رح تصير يا برج الجديد ممكن يعني زواج أو نجاح أو انتسار فأنا شايفاك رح تتقدم يا برج الجديد طالعلك الشمس في أحداد جميلة جاية بطريقك إن شاء الله يا برج الجديد بعد الشغلات اللي شكناها بالورق وشفنا الوضع التعبان وشغلات صارت معك يعني الشغلات متعبة يعني في شغلات حلوة جاية بطريقك في أخبار صارنا في منكم اللي رح يتلقى هدية رح تكون مفاجأة إله أو رح ورح يوصل ويعني شي خبر حلو وبدوياه ورسالة شغلة في منكم اللي مر بتجربة قاسية يعني أو طلاق يعني أو متحمل مسؤولية كبيرة في كذلك اللي عم شوفي منكم اللي طلقوا عندوا أولاد يعني هاي مسؤولية كبيرة ولكني عم شوفك يعني أكتر حكمة صرت أكتر حكمة وأكتر اتزاناً خصوصاً خصوصاً بعد الشي اللي صار معيك يعني بعد خيبة الأمال والهموم اللي مريته فيها وعدم الردة عن أشياء صارت بالماضي أو حتى عن وضعك المالي كذلك عم شوف في ناس متعلقين بشخص من الماضي أو بأحداث من الماضي أو شغلات صارت أو شغلات صارت معكم يعني كأنه في شغلة يعني غريبة رح تصير معكم يا برج الجري يعني كأنه في مساعدة رح تجيك يعني من السماء من الله رح يساعدك بشغلة شي معجزة رح تصير معك يعني شي انت ما كنت متوقع هلين أشوف يعني شغلة انت كنت بتطالب بيها يعني كأنه حكم عدالة شغلة أو ممكن زواج في أحشي حدث سعيد إن شاء الله خير بس الموضوع هيدا رح ياخد وقت يعني رح يتجاوز الشهر هيدا أو ممكن ممكن يعني إنه رجوع شخص أنت بتحبه شخص مهم بحياتك أو فيه انتصار يعني كنت عم تتسنى يعني فيه شغلة رح تصير شوفوا الأوراق كيف إجت شي شغلة رقم واحد أنت لازم تشوف شو يعني شي رقم واحد طالع لك يعني بطريقة غريبة ممكن بعد أسبوع في واحد شهر جاي شهر واحد أو يوم واحد بس أنت لازم تشوف رقم واحد شو بنسبة إليك شو سار يعني ممكن يكون انت صار جاي لك بس فيه شغلة يعني يجي بطريقك يا برج الجلي رح تصير ممكن قضية رح تتحكم للسالحة كعدالة رح تحصل عليها فبتمنى إنكم تخبروني عن الشغلة هذه يا برج الجلي في التعليقات رح أستنى أعرف لأنه أنا صار عندي فضول أعرف إنه الأوراق يعني ما فاتوا إجوا بهالطريقة هذه فإن شاء الله خير يا برج الجلي كده يتعم تشوف يعني برج سار الطال حوث في أبراج كثيرة موجودة عندنا بالقراءة هذه جوزاء فإن شاء الله خير يا برج الجلي شغلات كثيرة مريت فيها إن شاء الله الأمور رح تتغير لأنه ما في شي بيضل على حاله يعني ما في شي بيضل لأبد أهم الشي الإنسان إنه يفكر بطريقة إيجابية ويتقرب من الله ويتوكل عليه ويتفكر بالشغلات اللي بدوا إياها لأنه في مثل بيقول الشي اللي أنت بتفكر فيه هو الشي اللي رح تحصل عليه فإن شاء الله خير يا برج الجلي فبتمنى تخبروني عن الشغلة هذه الرقم واحد وإن شاء الله تنتبغ القراءة على أكبر عدد وتكون في طاقات يعني تشمل ترجمة نانسي قنقر